تنطلق اليوم منافسات الدور ربع نهائي لبطولة كأس سمو الأمير لكرة الغدن بإقامة مبارتين يلتقي فيها القادسية مع الفحيل في الساعة الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة على أستاذ علي الصباح السالم والعربي مع النصر في الساعة السابعة وخمسين دقيقة على أستاذ ثامر تنطلق مساء اليوم منافسات الدور ربع نهائي لبطولة كأس سمو أمير البلاد حفظه الله ورعا لكرة القدم بمواجهتين مرتقبتين القادسية يلتقي بنظيره الفحيل في المواجهة الأولى والتي يحتضنها أستاذ علي صباح السالم في حين يجمع اللقاء الثاني كل من العربي والنصر والمقرر قامته على أستاذ ثامر بلغ القادسية هذا الدور بعد الفوز على اليارموك بهدفين لهدف الدور السابق فيما كان قد تأهل الفحيل بعد تألقه وتحقيقه فوزا كبيرا على الشباب أربعة أهداف لهدف واحد أما المواجهة الثانية فقد استطاع العربي من العبور بصعوبة بعد أن تغلب على الإصليبخات بهدف دون ردة فيما كان قد تأهل النصر على حساب الساحل وبهدفين مقابل هدف هذا وتستكمل منافسات الدور ربع النهائي لأغلى وأثمن البطولات يوم غدنا الجمعة بمواجهة الكويت حامل اللقب أمام التضامن واللقاء الأخير الذي يجمع كل من كاظم والسالمية